يا مساء الفل حباب قلبي عاملين ايه واغباركم ايه يا رب تكونوا بخير اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبه اجمعين نهاردة ان شاء الله هنبتدي الروتين بتاعنا عندنا شوية غسيل كده غسيل وطفخ وهنعمل برضو حلويات فبقى يتابعوا معي الخطوات ومن تنسونيش في اللايك والاشتراك والاول مرة تشوفين القناة ياريت تفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد كده انا كنت بوريكو ان الغسالة لو مسلا انت عايزة تقليفيا غسال عادية بوريك يعني بتعمليها ازاي بتدوسي على كلمة غسيل بس وتقفلي الكلمة بتاعة شاطف وعاصر بتكون منورة بتخليهم كده مطفيين وبتخلي كلمة غسيل بس هي المنورة كده زي ما انت شايفها بس بعد كده بحدد بها الميا اللي انا باملاها والغسالة بتتميلي معايا بعد كده بقى احط بقى المسحوق واخسل بقى الغسالة الصغير واخسل عليها البيض والفوت الفتحة والحاجات الفتحة وفي الاخر بقى خالص بقى 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 فوت المبخ وكده يعني بصراحة بينضفوا جامد عشان خطر الكلور بس بعد كده بقى حطيت الغسيل الفواتح الاول وبعد كده الغوامق وكده كان دوني حطيت دوني في مية الشطيف بعد كده بقى كنت هتابل البناه بوريكهو معايا بصلايا وفلفل اسود وكمون وقصبرة وملح وسنة خلب ولو عندك لمون حطي لمون نص لمونة كمان بعد كده اقلبهم قويس بقى وروح شايلهم في قلب غلبة كده وحطهم في التلاجة لغاية بقى لما اجي اعملها تقول ايه 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 شربت من التدبيلة حلو جدا كمان انا بصور لكم والله يقول لي ده وكان عندي يوم يعني يوم بغسيل وتوضيب وتنظيف وكده يعني بعد بقى طلعت الهدوم زي ما انتو شايفين كده رحت حتى بقى افتح ملايا عندي وبعد الملايا الفتحة حطيت الملايا البنبل اللي انتو شايفين هذي بعد كده انا كنت بطلع الهدوم هوم الغسالة الهدوم دي كانت بتاعت اول دور انا حطيته بعد كده بقى منشجع بعضينا يعني مسلا لو وراك اي حاجة تقومي تعمليها فانتي اي بتتشجعي بالحاجات دي بعد كده بقى اي بحطهم في طبق واخش بقى اي اشطفهم كويس جدا بالميا والدوني واسبهم شوية كمان عشان رحتي الدوني تكون عاملة في الهدوم حلو قوي بصراحة بعد كده بقى كنت هعمل كشري اول حاجة عملتها نقعت العتس بجبة في مياه سخنه وعلى جنب لان انا من ساعة ما جربت الكشر الحلو واحدة وانا بصراحة على طول دلوقتي بعمل الكشر في الحلو واحدة بصراحة مريح جدا طالما العتس اتنقع وعملت البصلاية وعملت اليس السلسل على الوش والدقة يبقى انا كده بالنسبة لي القشري خلاص خلاص بعد كده بقى بعمل البصل اهو بصراحة احنا بنحب البصل كتير جدا انا عملت كده اربعة بصلات حلوين كده افرموهم في الكابة فارما واحدة بس عشان انا مش عايز او من عميم معايا بعد كده بقى التركيبة اللي بتخلي البصل مقرمش معاك ان انت بتحط عليه معلقة دقيق معلقة دقيق كده تقلبيها في البصلية كويس جدا اتخلي معاك البصلية تحفة اهو زي ما انت شايفة كده بعد كده بقى اجهز الزيت واروح منزلة بالبصل على طول وديه الطماطم ديه بتاعت الصلصة كانت طبعا التماطم عندي في الفريزر فروحت بقى مطلعاه وقلت بقى ايه تفك برحيتها وتبرد برحتها وبل ايه مقطع البصل بعد كده بقى بصفي الطماطم من الاشور وعندي حالتين حال اللي هامل فيها الدقة وحال اللي هامل فيها الصلصة الحال اللي هامل فيها الدقة احب التوم كده على حسب برضو ما انت عايزه عشان في الناس ما تحبش التوم كتير يعني انا عالنفسي حطيت معلقة كبيرة توم بعد كده بشوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح وكباية خلو كبايتين مية بس هي دي اتدقة بس بعد كده بقى الصلصة بحط شوية زيت وبعد كده حطيت التوم معي وهنزل بالصلصة وحيقها وخلاص بقى كده الصلصة اول مما تغلي غلويتين كده معي اروح طفي عليها على طول عشان بس تتقل معي بعد كده بقى هصف العدس زي ما انتو شايفين اهو والبصل كانت قرمش معي وبقى لونه تحفة وجميل زي ما انتو شايفينه بعد كده بقى اجيبت حالة غير طبعا حالة البصل بس احطيت من الزب بتاع البصل اروح حتى بقى شوية شعرية واول لما لونه كده يكون بني فاتح اروح نزل بالرز واقلبه تقلبتين وارح نزل بالمقارونة ونزل بالعتس والمقارونة اللي لزبكت بحطها في الآخر هدي كده تقلبتين اروح نزل بالمية وبالحياء الحياء ملح وكمونه في الفلسوت بس او ملح وكمون والفلفل اللي سود في الآخر واقلبها وارح حتى المقارونة اللي زبكت على الوش بعد كده بها سيبها بقى اول لما تغلي اروح موطي عليها خالص كده بقى انا كنت طلعت البني من التلاجة وكسرت بضايا وحط شوية بقصمات على فيجيتار بعد كده بقى احط البني كله في بيضه بقصمات وارح الطبقية في التلاجة على طول عشان الكفر كده يكون مسك نفسه لما يجي احمره لو مستعجلة عليها مثلا عبال ما تجهز الزيت والطاسة والكلام ده كله ممكن تحطيه في الفريزر عندك يعني لو انت مستعجلة عليه لكن لو مش مستعجلة خلاص حط في التلاجة عادي انا على طول لما بجيب مسلا البقصمات او الفيجيتار ده انا بجيب بقصمات وبجيب البقصمات اللي هو الكريسبي وبجيب فيجيتار وبخلطهم على بعض وارح حطهم بقى في قلب العلبة اللي هي بتاعت اللي انا شوية بس بعد كده انا كنت خلصت وحطيتهم كمان اهو في التلاجة بعد كده بقى حطيت على المكارونة شوية زيت بالسبساط من اللي كانوا متصفين فيهم البصل بتخلي بصراحة طعم الكشر حلو جدا ما شاء الله بعد كده بقى انك خلص خلصت هو على الغرب الغرب بقى كده طبقين كده كويسين وحطت بقى على وشهم الصلصة كان بصراحة المكارونة طعمها جدا حلوة جدا وزي ما انتم شايفين ولا معجن ولا فيها اي حاجة خالص والوحدة بوحدتها كده يعني بصراحة كانت طحفة جدا بقى جربوها يعني لما كنت بعملها الاول كنت بس لقى المكارونة الوحدية وكنت بعمل الرز والشاريع الوحدية كنت بعمل العدس الوحدية يعني كانت دبكة بصراحة بس بعد كده حطيت السلسة هو حط بقى البصل على الوش وحط بقى السلسة في قلب اللباء برضو وعد البنيع هوا بس بعد كده بقى كده الاكل هو خلص معانا والغض خلص معانا عايزين بقى بعد ما اتغدينا كمان قلنا هي نعمل حاجة حلو اول بقى رحت حتى حلة في شوية مياه وحطاها مع النار واول لما غلت معي نزلت بنص قبات رز مخصولة طبعا ومنقوها شوية وبعد كده نزلت بالسكر ونزلت بكيلو من اللبن وفضل تقلب واول لما اللبن كان دخل على الغلايان اقوم مدوابها معي مع لقتين كبار نشا او تلاتة في شوية مياه بساط واول بقى لما يقلب معي زي ما انتم شايفين كده روح بقى طفي عليه وغرفه على طول يعني بصوا ما خدتش وقت خالص اول مرة ما ياخدش وقت كده في الحلو اسهل حاجة بصراحة يعني انا كنت عاملاها بعد كده بقى هسيبهم بقى برا كده على الرخامة زي ما انتم شايفين لغاية ايه اما البخار بتاع الرز بلبن يهدى والرز بلبن يبرد شوية عشان بس خاطر التلاجة واروح بعد كده رصام على طول في قلب التلاجة اهو زي ما انتم شايفين كده كده كان هدي خالص وكنت لسه ايه هرصه في قلب التلاجة بس كده اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ما تنسونش في اللايك والاشتراك والاول مرة تشوفي قناتي ياريت تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته